هذه معادة موجز لهم الأخبار معلمية شكرا لك شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الهدف من الحوار الوطني هو أن كل مصري يتحدث ويدلي برأيه ووجهة نظره التي هي في النهاية تستهدف مصلحة الوطن وخلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالأسكندرية قال الرئيس السيسي إن الحوار الوطني حالة نتمنى أن تستمر وأشر الرئيس السيسي إلى أنه بعد وجود رغبة في رفع الدعم نهائيا عن المشتقات البترولية تم العدول عن القرار بسبب زيادة سعر الصرف مضيفا أن كثيرا من الخدمات التي تقدم والمنتجات التي تستورد تسعر بالجنيه على أساس قيمة دولار وأوضح أن هناك مرونة في سعر صرف داخل مصر لكن عندما يتعارض مع الأمن القومي لمصر ويكون على حساب حياة المصريين هنا نقول لا كما شدد الرئيس السيسي على أن الدولة المصرية تحتاج إلى تريليوني دولار في السنة حتى تستطيع أن تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين وشدد على أن المصريين أثبتوا خلال العشر سنوات الماضية شهمتهم وتحملهم المسئولية أدانت القوات المسلحة السودانية بأشد العبارات اختطف واغتيال والي ولاية غرب درفور خميس عبدالله ووصفت أيضا القوات المسلحة السودانية الأمر بالغادر من قبل قوات الدعم السريع وفي بيان لها أوضحت القوات السودانية أن والي غرب درفور هو أحد رؤساء الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام وقد تبوأ منصبه بمجاب الاتفاقية ولا علاقة له بمجرية الصراع الدائر أعلنت أوكرانيا إحرز تقدم تدريجي في هجومها المضاد ضد القوات الروسية فيما وصفته بأنه قتال شديد الضروة وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار إن الإجراءات الأوكرانية حققت نجاحا جزئيا مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تقدمت ما يتراوح بين مائتين وخمسمائة متر في مناطق مختلفة بالقرب من مدينة باخموت التي أصابها دمار شديد والواقعة في شرق البلاد كما تقدمت بين ثلاثمائة وثلاثمائة وخمسين مترا في اتجاه مدينة زابوريجيا جنوب شرق البلاد أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانيسكي أن روسيا ستثير قضية تفجير أنبيب الغاز السيل الشمالية أمام مجلس الأمن الدولي اليوم وأضف أن البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة ستثير خلال مشاورات أعضاء مجلس الأمن الدولي مسألة التحقيق في تفجير السيل الشمالية هذا وكان خط أنبيب الغاز الروسي السيل الشمالي في بحر البلطيق قد تعرض للتفجير في سبتمبر الماضي عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية تناول الوضع في محطة كخفكة الكهرمائية وأكدت رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية أنه لا توجد خلفية إشعاعية مفرطة في محطة كخفكة الكهرمائية وأن الوضع تحت السيطرة وقالت أن المتخصصين في الوكالة الفدرالية الطبية والبيولوجية في روسيا طوروا العديد من المضادات الجديدة للمواد السامة لصالح الجيش الروسي مشيرة إلى أنه تم تطوير العديد من الأدوية الجديدة بشكل أساسي للمواد السامة وعقيرة أيضا جديدة وقية من الإشعاع وبعض الأدوية التي تكشف أعراض المرض قدم رئيس بلدية ميامي فرانسيز سواريز ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية لأنضم بذلك إلى حوالي عشرة مرشحين يتقدمهم الرئيس السابق دونالد ترامب ويتنفسون على نيلي بطاقة الترشيح عن الحزب الجمهوري لهذه الانتخابات المقررة في نهاية العام المقبل ووعد سواريز البالغ من العمر 46 عاما أنصاره بإعلان ترشحه رسميا في خطاب كبير هذا ويعد سواريز الثالثة مرشح من ولاية فلوريدا بعد حاكم الولاية رون دي جي سي نايتس والرئيس السابق دونالد ترامب رياضيا حسم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تأهله لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في كوتفور وذلك بعد فوزه على منتخب غينيا بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب مراكش الكبير بالمغرب وذلك في إطار الجولة الخامسة وقبل الأخير من المجموعة الرابعة للتصفيات القرية ورفع الفوز رصيد منتخب مصر إلى 12 نقطة لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة ويتأهل بشكل رسمي لكأس الأمم الإفريقية فيما توقف رصيد منتخب غينيا عند تسع نقاط مشاهدينا انتهى موجز الثامنة وعودة الاستكمال باقي فقرات صباح الخرية مصر بعد الفاصل